السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب ألم أسفل البطن جهة اليمين وهل هو حمل أم لا إن ألم أسفل البطن جهة اليمين من علامات الحمل في حالة وحدة فقط وهو الحمل المهاجر والذي يكون خارج الرحم حيث أن البويضة الملقحة بالحيوان المنوي تنغرس في بعض الأماكن الأخرى مثل المبيضين أو قناة فالوب وهي من الأشياء التي تسبب في وجود ألم شديد وأيضا ألم توجد في أسفل البطن ومن أهم الأعراض التي يصاحبها وجود ألم شديدة أسفل البطن والعديد من الأعراض الأخرى مثل الغسيان والنزيف المهبالي الشديد وهذا يحتاج إلى الذهاب للطبيب فورا مع وجود تدخل جراحي سريع لأنه يشكل خطرا على الحمل وعلى المرأة الحامل وإليكم أهم الأسباب الأخرى لوجود هذه الألام واحد الالتهابات التي توجد في الزائدة الدودية اتنين ألم شديدة تأتي في بطنة الرحم تلاتة الحملة الذي يوجد خارج الرحم وأيضا التكيس الذي يوجد على المبايد ووجود انسداد معوى شديد أو وجود ده الحوض الالتهابي أو إصابة الشخص بده في الحوض الالتهابي أو التهاب قناة فالوب أو ما يعرف بالتهاب البوق وأيضا التهابات التي توجد في المرارة أو وجود بعض الالتهابات التي تأتي في الكلا أو تكون حصوة في الكلا أو وجود بعض الالتهابات التي توجد في المعدة وجميع الأمعاء الفيروسية وهناك أيضا العديد من الأسباب الأخرى في نهاية الفيديو أن هذه المعلومات لا تغني أبدا عن زالة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعيبكم ياريت تدعموا لايك وكومنتوا وشاروا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ